اهلا بكم اصدقائي الاطفال سندلس اليوم معا كتاب العلوم للصف الثالث الابتدائي مع الاطفال الشطار الدرس الثاني التغيرات الكيميائية ما هي التغيرات الكيميائية كثيرا ما شاهدت تفاحة تغير لونها فصار بنيا او قطعة خشب تحولت عند احتراقها الى رماد ودخان هذان مثالان على التغيرات الكيميائية التغير الكيميائي تغير ينتج عنه مواد جديدة تختلف في خواصها عن المواد الاصلية تحدث التغيرات الكيميائية في حياتنا باستمرار فاجسامنا تعتمد عليها في تحليل الطعام الذي نتناوله كذلك تمتص النباتات الخضراء الطاقة الشمسية لتحويل ثاني اكسيد الكربون والماء الى غذاء واكسجين وكذلك عملية الطبخ فهذه جميعها تغيرات كيميائية مفيدة من امذرة التغير الكيميائي تغير الفاكهة فهذه الموزة هنا غير نضجة وهذا شكلها بعد ان نضجت وهذا شكلها بعد ان زاد نضجها يعد نضج الفاكهة تغيرا كيميائيا كلما نضج الموز تغير لونه وازداد لينا وحلاوة وهناك بعض التغيرات الكيميائية غير المفيدة ومنها تحول الحديد الى صدأ كما ان فساد الاطعمة ينتج عن تغيرات كيميائية حيث تتحلل المواد المكونة للاطعمة مكونة مواد جديدة فيتغير لونها او تنبعث منها رائحة كريهة ما دلائل حدوث التغير الكيميائي؟ هناك دلائل كثيرة تدل على حدوث التغيرات الكيميائية ومنها الضوء والحرارة عند اشعال قطعة من الخشب فانها تشع ضوءا وحرارة وتتحول الى دخان ورمات فالضوء والحرارة من دلائل حدوث التغير الكيميائي تكون الغاز عند اضافة مسحوق الخميرة الى الخل الاحظ خروج فقاعة وغاز هو غاز ثاني اكسيد الكربون الذي ينطلق متحاررا من السائل ويدل تكون الغاز على حدوث تغير كيميائي تغير اللون قد يكون تغير اللون نتيجة للتفاعل الكيميائي مثل ما يحدث في قطعة من التفاح عندما يتغير لونها وتصبح بنية اللون احسنتم يا شطار لقد كنتم رائعين حقا لا تنسوا ان تشتركوا في قناتنا لكي يصلكم كل جديد ايضا لا تنسوا ان تشاركوا فيديوهاتنا مع اهلكم واصدقائكم لتعمل فائدة مع السلامة اشتركوا في القناة